يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية الدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة الشيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فلقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إبراهيم عليه السلام لا يزال يعدد الحجج والبراهين لأبيه آزر يبين له شناعة الشرك يبين له كيف أنه ضارب في التيه في الضلال في الحيرة في عبادة الشياطين قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وإبراهيم عليه السلام بعدما ذكر أن الإله لا ينبغي أن يسمع ويبصر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا بيّن أن الاتباع يكون على مقتضى الدليل والحجة يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية هذه القضية هداية الخلق أن يغفر لهم أن يستنقضوا من النار ومن عذاب الله عز وجل ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية كيف يعبد الإنسان الشيطان إذا كفر بالله عز وجل يطيع الشيطان في معصية الله يطيع الشيطان في الكفر بالله طاعته في المعصية معصية طاعته الشيطان في المعصية معصية وطاعته في الكفر كفر لا تعبد الشيطان الشيطان لا يستحق أن يعبد الشيطان قضيته الشيطان عنده إنكار للذات مش مشكلة تقول عبد الشيطان قضية كلها أن تكفر بالله عز وجل هو دي قضيته كلها لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولذلك قال تعالى إن عباد ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين السلطان الذي للشيطان يكون على من اتبعه على من صدقه على من اتبعه في الإعراض عن الله في عدم شكر نعمة الله عز وجل ولذلك قال تعالى وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ وَظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الذي يدعو لعبادة نفسه ويدعو لعبادة غيره القضية عنده شو يدعو لعبادة نفسه قضية عنده كلها أن يكفر بالله إما بعبادته أو بعبادة غيره وَثَنْ صَنَمْ وَلِيْ نَبِيْهِ المهم أن لا يعبد الله المهم أن لا يوحد بالله عز وجل لذلك الإعراض عن عبادة الشيطان نبذ عبادة الشيطان كل من عبد وثنا وصنما وصليبا كل من عبد زردشت وبوذة وكونفوشيوس كل من ألحد وأنكر وجود الله عز وجل هو يعبد الشيطان لقد أطاع الشيطان في الكفر ودي قضية الشيطان على فكرة تقول لي حتى مع المسلم حتى مع المؤمن نعم يجعل لك خطوات يا أيها الذين أماموا يدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان مش هيجي المسلم والمؤمن يقول له أكفر لا خطوات يبدأوا معه بالتوسع بالانشغال بالمفضول عن الفاضل في الطاعات الأولويات خليه ما يعرفش عبادة الوقت إيه بعد كده التوسع في المباحات خليه يتوسع جدا جدا في المباحات حتى يقترب من الحرام بعد كده الوقوع في الصغار يقع في الحرام بعد كده الوقوع في الكبائر بعد كده الوقوع في البدعة بعد كده الوقوع في الشرك إذا يخدوا خطوة خطوة سنة سنة ده موروش حاجة بقى غيرنا ده موروش حاجة غيرك قيل الحسر بصري أينام الشيطان قالوا نام لا استرحنا للنهار موروش غير الكيد والمكر الكبار الإغواء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على المال ويبعث سراياه في العباد يبعث سراياه من الشياطين الصغيرين بقى في العباد حتى يغي فلان ويفرق بين فلان وبين زوجه وحتى يجعل فلان لم أتركه حتى يكفر لم أتركه حتى زنة لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه وده اللي يلبسه التاج اللي يفرق بينه يفرق بين الإنسان وبين زوجه ده اللي إبليس يلبسه التاج ويجعله يقعده على كرسيه ويقول أنت أنت نعمة أنت ليه لأن هدم الأسرة من أهم أسباب وجود الفحشاء وجود الزنة وجود كل أنواع الفواحش في المجتمع هدم الأسرة ضياع التربية تشويه الأجيال فلذلك هذا الأمر يهتم كده بإبيس لأنه ليه آثار مستقبليا إن الطلاق ده في الحقيقة أصلي مباح يعني هتقول مكروخ على أقصى تقدير ولكنه مما أحله الله تبارك وتعالى ومع ذلك يترتب عليه من التشوهات في النفسية وفي التشوهات النفسية والتربوية وما يترتب عليه من التصدعات الأسرية ما يؤدي إلى تشوهات مجتمعية ما يؤدي إلى ظهور الفواحش تشرد الأطفال ضياعهم ضياع قيامهم عقائدهم إلى غير ذلك مقصود أن الشيطان موروش غيرك قضيته كلها أن تعبد غير الله تبارك وتعالى لو كنت مسلم مؤمن أن تعصي الله عز وجل أن تغوي أن تشرب أن تبتعد أن يستهويك الشيطان في الأرض حيران حيرة في التصورات العقائد حيرة في القرارات حيرة في السلوكيات يجعلك تتخبط بين الشبهات والشهوات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية أنت بتعبدش الصنم ما بتعبدش هذا الإله ما بتعبدش النجوم ما بتعبدش الكواكب أنت بتعبد الشيطان الشيطان عصيا للرحمن تبارك وتعالى لقد غضب عليه الرحمن لقد كان الشيطان في وقت من الأوقات يعبد الله عز وجل مع الملائكة لم يبقى موطن في الأرض إلا سجد فيه الشيطان لله عز وجل حتى رفعه الله إلى السماء يعبد الله مع الملائكة ومع ذلك كان في قلبه مرض كان في قلبه كبر كان في قلبه حسد حتى الله ابتلاه بأمره أن يسجد لآدم عليه السلام وكان السجد لآدم عليه السلام ليس عبادة لآدم وإنما كان ائتمارا بأمر الله عبادة لله فكان آدم عليه السلام كالقبلة التي يسجدون في الحقيقة لله ولكن في اتجاهها ومع ذلك ظهر كبره وظهر حسد حتى أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال أسجد لمن خلقت طينة واتهم الرب عز وجل في حكمته وقال أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين وعصى ربه عز وجل وفسق عن أمر ربه ولكن فسقه وعصيانه لم يكن معصية بل كان كفرا وخروجا عن طاعة الله تبارك وتعالى حتى غضب الله عليه وأبلس من روح الله وأبلس من رحمة الله أي يأس من رحمة الله وطرد ولعن وجعل على أقبح صورة كل هذا لماذا لأنه عصى الرحمن لأنه ابتعد عن الرحمن لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين لأنه استبطن في قلبه الكبر والحسد والاعتراض على أمر الله والغرور ورؤية النفس لذلك إياك أن تكون من أتباع الشيطان إياك أن تكون مثل الشيطان كن طائعا لله منقادا لأمر الله عز وجل ابتعد عن الشيطان وعن عبادته وعن خطواته حتى فيما هو في أصغر الأشياء حتى لا ينقلب معك إلى أكبر الأشياء فالمعاصي بريد الكفر وهي خطوات يخطو بك إلى الكفر ولذلك ابتعد واستعذ بالله عز وجل واستجر بالله ولذ بالله تبارك وتعالى ولا تتبع خطوات الشيطان وحذو القذة بالقذة اتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا